نعم كانت هناك مواقف مختلفة هنا في الولايات المتحدة حيال مقتل الزميلة الصحفية شيرين أبو عقل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي البيت الأبيض والخارجي الأمريكي دعوا إلى تحقيق دقيق حيال ملابسات مقتل شيرين وقالت الخارجية أن ما حصل هو إهانة للصحافة الحرة ولكن يمكن أن نقول أن التصريحات الأكثر حدة جاءت من الكونغرس الأمريكي حيث قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنه لا بد من إجراء تحقيق مستقل ومحايد وهذا مطلب جديد كانت من رئيسة مجلس النواب الأمريكي كانت الخارجية والبيت الأبيض يطالبون الإسرائيليين بإجراء تحقيق الحيال الحادث ولكن نانسي بيلوسي طلبت بتحقيق محايد ومستقل حيال مجريات وملابسات مقتل شيرين أبو عقلي وقالت أن الولايات المتحدة متزمة بحريات الصحافة وبحماية الصحفيين في أماكن النزاعات كما وجه النائب الأمريكي أندري كاسل اتهاما لاذعا للإسرائيليين واتهمهم بشكل مباشر باغتيال الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلي فيما طالبت يوم أمس النائبة الأمريكية من أصل الفلسطيني رشيدة طليب طالبت بدقيقة صمت داخل مجلس النواب الأمريكي وعبرت في تغريدات متتابعة في موقع تويتر عن غضبها من أن تقوم دولة تحصل على ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون دولار سنويا من الولايات المتحدة باغتيال صحفية أمريكية بالأموال أو بالمساعدات وبالأسلحة الأمريكية التي توفرها الولايات المتحدة من الجانب الإسرائيلي طيب هذا بشأن الرئيس الأمريكي باتخاذ أكثر قوة نعم لكن ماذا عن الإعلام الأمريكي؟ كيف يتناول القضية؟ بدأت تناول الإعلام مساءً بعد الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي يوم أمس الرابعة عصراً وبدأ على استحياء النوعاً ما ولكن فيما بعد بدأ الحديث بشكل أكبر عن هذه الحادثة حيث ذكرت CNN أن هناك اتهامات مباشرة للجانب الإسرائيلي بإقدامه على قتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلي فيما طالبت قناة MSNBC طالبت الولايات المتحدة بالضغط من أجل إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في مجريات هذا الحادث موضحة أنه في حال قيام روسيا على سبيل المثال بقتل الصحفية الأمريكية في أوكرانيا فإن الولايات المتحدة لن تقبل أن يكون الروس هم من يحققون في هذه الحادثة ولذلك فإن هناك مطالبات من الإعلام الأمريكي بأن يكون هناك تحقيق مستقل حيال هذا الحادث الذي استهدف صحفية أمريكية من أصل فلسطيني ترجمة نانسي قنقر